اشتركوا في القناة في خط الدفاع عمر جابر محمود حمد الوينش محمود شابانة مصطفى الزناري عبدالله جمعة في خط الوسط محمد أشرف رؤى عمر السيسي سيف فاروق جعفر محمد حسان بيسو سيد عبدالله نمار عبدالله محمد وأحمد عبدالرحيم إيشو وأحمد بلحاج مصطفى شلبي إبراهيمانداي في خط الهجوم ناصر منسي وسامسون إيكنولا ويوسف أسامى نبيه غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباراة ملاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالإضافة إلى حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم محمد سكر ومحمد حسان بيسو للتواجد مع المنتخب الأولمبي لخوض مباراة زنبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة يغيب التونسي سيف الدين الجزير للانتظام في منتخب بلاده لخوض مباراة ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ويغيب التونسي حمز المسلوسي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة بجانب محمد عبدالشافي للإصابة بكادمة في الكاحل ومحمد عبدالغني للإصابة في الركبة ونبيل عماد دونجا للإصابة في العضلة الأمامية ومحمود عبدالرازق شيكابالا لعدم الجاهزية قرر مسؤول الزمالك تأجيل حسم رحيل البنيني سامسون إيكينولا وعمر السيسي ومصطفى الزناري وابراهيمان داي الذين يقدمون أداء متواضعا مع الفريق منذ بداية الموسم وجاء قرر إدارة الكرة بالنادي الأبيض من أجل منح فرصة أخيرة لللاعبين للظهور بمستوى مميز خلال مباريات الفريق المقبلة في بطولة الدور وكأس الرابطة كتب محمود العسال المستشار القانوني للزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السيد وزير الشباب والرياضة المحترم بمناسبة بيان سيادتكم بشأن ضبط المشهد الرياضي في مصر أرجو من سيادتكم تطبيق نص البيان على المدعو خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لما بدر منه من تجاوزات نالت نادي الزمالك وجمهوره وتثير التعصب بين الجماهير والناديين ننتظر رد سيادتكم ونحن على ثقة بذلك فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 65-83 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في أولى مباريات الدور الربع النهائي لبطولة دور السوبر التي تقام بنظام بيست أوفايف على أن يتأهل الفريق الفائذ بثلاث مباريات إلى الدور النسخ النهائي للبطولة أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي تقم يضم كل من مصطفى عثمان حكم ساحة ويعاونه محمد مجد سليمان ومحمد الزناري حكام راية أحمد ناجي حكم رابع ويتواجد في غرفة الفيديو عمر الشناوي ويساعدهم محمد عزازي الأعلامي كريم أبو حسين القيادة الفنية في مباراة البنك الأهلي هتكون أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مباراة صعبة وبتمنى لهم كل التوفيق وشدد بنقول للمستشار مرتضى ألف حمد الله على السلام الساعة تساعة صباحا بالدئية هيكون في بيته وبعدها في النادي عشان يبدأ ثورة التصيح والتطهير وأتم كلنا ثقة في لعبة نادي الزمالك إنهم يفرحون ويفرحوا الجماهير وتكون بداية خير بعودة الانتصارات وعودة المستشار قال خالد الغندور ردا على تصريحات خالد مرتجي عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلام غير حقيقي والرد هيكون في برنامج زام الكاو وكفاية فتن وتعصب واستفزاز رئيس الزمالك من شهر محبوس وما فيش أي تصريح للمستشار المرتضى منصور وفي الآخر يتقال إنه السبب في التعصب ربنا يهديه قال خالد الغندور عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إحنا بنعمل فتن وتعصب المنى والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بيعمل كنافة بالمنجا إحنا بنجيب سيرة الأهلي وهم بيتكلموا عن الأهلي فقط إحنا بنعمل فتنة وهو كنافة بالمنجا رد خالد الغندور على الرمز جلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أصبحنا في زمن التفهين كلام بلا معنى بليلة وبواب وكأنه انتصار رياضي واختتموا الحقيقة أنه أسلوب متدني لأشخاص نقصين في كل حاجة نحن في زمن التفاهة سليمان وهدان عن إمكانية اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بعد خروج مرتضى منصور قال سنحدد موعد لاجتماع مجلس الإدارة بالفعل بعد خروجه حيث يتواجد مرتضى منصور بشكل طبيعي كرئيس لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة حبسه مصدر مقرب من إمام عشور إمام عشور لا يفكر في العودة للدور المصري من جديد بالوقت الجاري مؤكدا أن إمام عشور هدفه استمرار رحلة احترافه في أوروبا وأكد أن هناك اهتمام من عدد من الأنتياء الخارجية للحصول على خدمات إمام عشور بداية من الموسم المقبل بعد تألق اللاعب ضمن صفوف نادي ميتلاند الدنماركي منذ انتقاله في يناير الماضي وعن مفوضات الأهل قال لا توجد مفوضات من جانب النادي الأهل مع إمام عشور في الوقت الجاري لعدم رغبة اللاعب في العودة إلى مصر وارتبط اسم إمام عشور بالأهل وارتباط اسم إمام عشور بالأهل أمر لا أساس له من الصحة واللاعب لا يفكر سوى في الاحتراف الخارجي كتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة المرشحين لتدريب الزمالك بها الكثير من المدربين وأسماء غير معروفة للجمهور ومنها الإيطالي باولو والألماني هيريليتش أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبح بيان ألب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد المراقبون أن الهدف من هذا البيان التمهيد لعدد من المسؤولين في الأندية خاصة المستشار مرتضى منصور ومحمود الخطيب والمهندس فرج عامر حيث أكد البيان أنه بشأن منع التجاوزات على الصاحة الرياضية وفقا للأطر القانونية في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه النعام وفيما تمثل المنظومة الرياضية أحد أهم تلك الأوجه وفيما ارتاءت وزارة الشباب والرياضة ممثلة للدول المصرية والحكومة المصرية في شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هديا بالدستور المصري وعملا بكافة القوانين المنظمة لهذا الشأن وفيما شاهدت الساحة الرياضية خلال الأونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهي ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلا عن قيم آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة وسواء كان كل من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم أرباب المسئوليات الإدارية والفنية كتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان وزارة الشباب والرياضة ليس له علاقة مباشرة بوضع مجلس إدارة الزمالك هاني حتحود في خلاف في مجلس إدارة الزمالك بين المدرب المصري والأجنبي والأغلبية داخل المجلس ترغب في تعيين خالد جلال وأضاف اليوم الأمور ستكون أكثر وضوحا بعد عودة مرتضى منصور وانتهاء فترة سجنه ووزارة الرياضة أكدت أنه بصدد إصدار بيان بشأنه بعد دراسة الأمر سيف ظاهر كل الأندية بتسعى من دلوقتي إنها تستعد للموسم الجديد الزمالك عنده مشاكل والأهلي عنده مشاكل وتابع الأندية اللي عاوزة تنافس زي الأهلي والزمالك ما جابوش محترف يعمل فرق ما جابوش محترف في ثلاث رجول مثلا على رأي أحمد ياسر لاعب المصر السابق ووصل الأهلي مستعد يحط من 300 إلى 400 مليون جنيه عشان يجيب صفقات من العيار الثقيل أي لاعب إحنا قلنا اسمه زي موليكا مثلا بـ 5 مليون دولار يعني 150 مليون جنيه وده لاعب واحد وشدد الزمالك برضو حاليا بيدبر مبالغ عشان يدعم الفريق الفترة المقبلة سيف ظاهر نيجي لفكرة البيع اللي عندنا فيها مشاكل هل الأندية جابت لعيبة بفلوس كتير جدا هتقدر برضو تبعهم بنفس السعر أو أقل شوية ولا هتخسر فيهم بقى هنستنى ونشوف وأرضف اللاعب المصري كمان سعره بقى عالي يعني مروان عطية بـ 25 مليون جنيه يعني 4 لاعبين بـ 100 مليون جنيه هي دي الأسعار دلوقتي وأتم عندي رسالة للأندية لو مش هتجيب لعيب بيطير من على الأرض وبيسجل من كل حتة يبقى ما تجيبش أحسن هاني حتهود الزمالك لديه مباراة أمام البنك الأهلي في كاس الرابطة اليوم الأحد وأضاف يقود أحمد عبد المقصود مباراة الزمالك والبنك الأهلي بعد رحيل فريرة ويعاونه حسين ياسر المحمدي وأيمن طاهر مدرب حراس واختتم هناك شرطان للإفراج عن مستحقات اللاعبين تم وضعهما من الإدارة أول شرط إكسب البنك الأهلي والتاني حسن وضعك في جدول ترتيب الدوري وعمل ده نفرج عن المستحقات بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهار ده عن ندي الزمالك أتمنى الفقركم خفيفة على علبكم ادعمونا بلايك الفيديو سالسكرايب بالقناة ومتشاكلهم جدا على دعمكم لو عندكم ملحوظة سيبوهن في التعليقات